السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وفيديو جديد على قناة دي مطبخ السبع بهارات. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فطائر هشة وجميلة. اه فطائر هنحشيها بالموز والنوتيلة. وكمان طريقتها سهلة جدا مش هتحتاج تحشي ولا تقطع ولا تفرد ولا اي حاجة. هقول لك على طريقة جميلة جدا تعملي بقى الفطائر دي. تعالوا ما نشوف المكونات معانا عبارة عن ايه? معايا ربعمية اه جرام دقيقة. وممكن تحتاجي كمان من خمسين آآ ميج جرام كمان حسب آآ نوع الدقيق بتاعك. ومعايا مية وخمسين ملي من الحليب الدافي ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. واربع معارق كبار سكر. بدوب كل المكونات كده مع بعضها. ومعايا كمان خمسين جرام زبدة بتسياحيهم على النار. يعني يبقوا دفين آآ بسيط. ومعايا كمان بطين. ونص معلقة صغيرة من الملح. بدوب كل المكونات كلها مع بعضها بالشكل كده. وهيتفضل معانا الدقيق. هننزل بيه بالتدريج. نزلت الاول بربعمية جرام. وهعجن. وهتشوفي حسب آآ الدقيق بتاعك. ممكن تحتاجي آآ كمان من خمسين لمية جرام. يعني حطي جنبك مية جرام دقيق. واعجيني لحد ما توصل القوم اللي انا هارهلك في الفيديو ده. العجنة كده. شكلها ما شاء الله بالشكل اللي انت شايفها ده. ده القوم بتاعها. انا حطيت كمان تقريبا خمسة وسبعين جرام دقيق. يعني الكمية بتاعتي كلها من الديق ربعمية خمسة وسبعين جرام. آآ الديق بيختلف من نوع لنوع. فانت حط جنبك مية جرام دقيق. وزودي لحد ما توصلي للقوم اللي انت شوفتيه في الفيديو ده. العجنة بتكون طرية بس ما بتلزقش في اديك. وبتسيبيها وبتغطيها وبتسيبها في مكان دافي لمدة نصف ساعة لحد ما تتضاعف معاك بالشكل ده. وبكون معايا آآ مجهزة صنية آآ فرشة فيها آآ ورقة زبدة ودهناها كمان بالزبدة او بالزيت. الصنية دي مقزها آآ تلاتين في تلاتين مربعة. لو انت حابة تحط العجنة برضو في صنية مدورة ما فيش اي مشكلة. بتفريد العجنة بالشكل ده. وبتغطيها وبتسيبيها كمان لحد ما يتضاعف آآ حجمها تاني. بالشكل ده في الفيديو زي ما انت شايفها كده سبتها في مكان دافي لحد ما خمرت آآ للمرة التانية والضاعف حجمها. ومعايا آآ آآ حلقات كده من الموز بتقطعيها بتكون سميكة شوية. وتبدأي تفريد تحطيها كده في العجنة تضغطي على كل قطعة موز آآ في العجنة بحيث انها تبقى آآ نزلة لتحت شوية. علشان نعرف نحط النوتلا بتاعتها. ومعايا آآ مجرام من النوتلا بتدوو بيهم على حمام عشان النوتلا تكون سهلة ان هي تنزل معاك من المعلقة بالشكل ده وبتحطي على كل قطعة موز معلقة صغيرة من النوتلا. وبعد كده بتدخل لها الفرن على الشبكة في النص. وآآ لحد ما تستوى معاك على درجة حرارة تكون متوسطة. ولو حصلت ان الوش بتاعها بدأ يتحمر قبل ما تستوى بتحطي على الصينية ورقة بحيث ان الوش بتاعها ما يتحروقش معاك. وبعد ما بتطلع من الفرن مباشرة خدت تقريبا آآ نص ساعة في الفرن. على نار متوسطة. اول ما يتطلعها من الفرن وهي سخنة بتسقيها كده بنص كوباية من الحليب المحلل مكسف. بتدي لها طعم جميل جدا. وبتسيبيها ما تقطعاش غير ما تبرط بحيث انها تتشرب كل كمية الحليب السائل معانا ده. شايفين ما شاء الله شكلها بعد ما تشربت الحليب المكسف. وبعد كده بتقطعيها وبتقدميها. ما شاء الله جميلة وهشة وطرية. كأنك بتقدمي كيكة آآ بالزبط. محشية جميلة جدا. هتجرب الطريقة هتعجبك قوي وكمان سريعة. ما اي دوب فردناها في الصينية. شايفين ما شاء الله هشة وجميلة. هوريك قطعة من جوة حتى نشوف الهشاشة بتاعتها. شايفين ما شاء الله هشة زي وصفنجية وجميلة. ان شاء الله لما تجرب الطريقة هتعجبك جدا جدا. هوريكو برضو كمان قطعة. شايفين المسام بتاعت المعجنات بتاعتنا جميلة ازاي? فطرة جميلة وطعمها جميل ومحشية. وجميلة كأنك بتقدم كيكة جميلة جدا لولادك. ان شاء الله لما تجربوا الوصفة هتعجبكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.